حيوة بن شريح تابعي عالم فقيه يجلس في المسجد كجلوسنا الآن وبين يديه طلابه فتخرج أمه تفتح الباب وتقول يا حيوة يا لكع تدرس الناس الفقه ودجاجات جائعات قمضع للدجاج حبا وماء شرائكم عالم فقيه وحول مئات طلاب ثم أمه تقطع الدرس عشان دجاج عشان دجاج ولا تريد أحد يضع الطعام الله هو ولدها فقال لبيك فقام ووضع الماء ووضع الحب ثم عاد لطلابه فكان من طلابه من يقول استفدنا من دله وخلقه وتزكيته وأخلاقه أكثر من علمه